من جديد يا صباح الخيرات بكل حدا نضم لإننا ولا مشوارنا الصباحي لهيدا اليوم فقرطنا الحوارية الثالثة اليوم نحن نحكي عن موضوع كتير مهم نجاح أي مجتمع ارتقاءه تطور هيدا المجتمع مستحيب يصير إلا بتعاون كل الأشخاص الموجودين بهيدا المجتمع بمختلف اختصاصاتهم بمختلف مجالاتهم بمختلف مهاراتهم خيرا نقول حتى وأن كانوا الأشخاص عندهم احتياجات خاصة لابد من تفعيل دورهم لأنه نجاح أي مجتمع بيعتمد على أبنائهم بفقرطنا الحوارية الثالثة رح نحكي عن كيف ممكن نحن نعزز دور ذوي الاحتياجات الخاصة كيف ممكن نفاعل دورهم بالمجتمع مو بس أنه نحن بس لازم نعتني فيهم لا نحن لازم نستفاد من مهاراتهم لأنه دائما أي شخص عنده احتياج خاص إلا ما يكون عنده قصص بارع فيه أكتر من الأشخاص الطبيعيين نحن أكتر بهذا الموضوع معنا المدرب الاستشاري بيئة تنمية البشرية الدكتور دحام طاها يسعد صباحك يسعد صباحكم يسعد صباح سوريا صباح الخير دكتور صباح الخير صباح الخير من لذقية العرب لكل العرب ولكل محبي العرب دكتور نبلج معك بتعريف ذوي الاحتياجات الخاصة تعريف خلينا نقول الحديث لأيلون تمام تمام أشكرك على الدخول القوي والدقيق تماما للموضوع اللي هو الآن أصبح إشكالية التعاريف حتى بالعلوم التطبيقية حتى بكل اليوم دائما في تطوير للداتا تطوير للتعاريف تطوير للمفاهيم مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة أيضا يعني لو رجعنا تاريخيا اللاقي كانوا هن فئة ربما تعتبر عهار على الأسرة أو البيئة اللي يوجد فيها لدرجة أنه مثلا بروما أو بثقافات أخرى كان يتم قتلهم تدحرج هذا المفهوم بتطوره اليوم اللاقي أنه أصبح لا أكثر شمولية أكثر دقة أكثر مطابقة للوقائع يعني اليوم أوصل لسؤال جنابك ذوي الاحتياجات الخاصة ما عادوا مثل ما كنا نعرف أنهم المعاقين أو الناقصين لا اليوم التعريف الدقيق يقول هم مجموعة الأفراد المختلفين سواء عقليا أو نفسيا أو جسديا أو شعوريا المختلفين وليس الناقصين بهذا المفهوم نحن إذا دخلنا بمسألة أنه في عندي مختلف نحو الأكثر إيجابية ومختلف يحمل سلبية أو نقص معين هاي المجموعة كاملة أصبحت تندرج تحت مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة يمكن فيها إنصاف أكثر هذا التعريف صحيح مثل ما حكيتنا بيئة المقدمة نحن ما المفروض أنه بس نهتم فيهم مثل ما حكيت حضرتك هو اختلاف وليس نقص أكيد في عندهم ملكات مانا موجودة عندنا نحن لهيك نحن هي عبارة عن اختلاف وليس نقص صحيح عزيزي نحن اليوم لما نتعامل مع أي شريحة اجتماعية معينة بمستوى عقلي بمستوى شعوري بمستوى حتى أداء جسدي معين نعطيها حقها هذا يحتاج إلى مساعدة معينة نحن واجبنا نقدم المساعدة في إطار حاجة هذه الشخصية هذا يمتلك قدرات متطورة عني وعن حضرتك وعن أستاذنا وزميلنا أيضا واجبنا نعطي هذا التمييز وهذا الامتياز حقه من العناية لحتى نقدر نستثمر أكبر قدر ممكن من الطاقات الكاملة لهذا الشخص سواء نقص سلما أو إيجابا هذه الفكرة اللي دائما عم بيتم التركيز عليها بهذه الفترة عم نشوف كثير من الانجازات إن كان رياضية ثقافية وإلى آخر من ذويء الاحتياجات الخاصة طيب نحن كيف بدنا نشتغل على هذا الشخص لحتى يأنجز ويطلع الشيء لجواته صديقي دعنا نتفق أولا على أن أي إنسان سواء كان ذوي احتياجات خاصة أو إنسان سوي عام هناك مجموعة من العوامل دعنا نقول مقومات حياتية يجب أن تؤمن لهذا الشخص من باب حقه وواجبات يطالب بها بعد أعطاء هذه الحقوق رعايتهم الرعاية السليمة تأمين البيئة المناسبة ضمان قدرتنا على إيصالهم إلى درجة التعليم العالي فرص التعلم وبالتالي وصولا للمرحلة الخامسة والأخيرة اللي هي دمجهم في سوق العمل ودمجهم في المجتمع هؤلاء الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بطبيعة الحال هم يمتلكون قدرات يمتلكون إمكانيات قد لا يمتلكها الأسوية في زاوية معينة من شخصيتهم للأسف المجتمع دائما يبني على الأنوان العريض ضوي الاحتياجات الخاصة لذلك نقع في مشكلة التعامل معهم بالشفقة نتعامل معهم بالعطف المفرط هذا الشعور وهذا الأسلوب بالتعامل يفقدنا القدرة على إدراك قدراتهم الحقيقية لاستحواذ المجتمع على الطاقات الموجودة لها هؤلاء واستثمارها في الموسيقى في العمل في الصناعات في العلوم اليوم نحن لو راجعنا دعنا نقول أسماء مشاهير عالميين كانوا كثير منهم من ذوي الاحتياجات الخاصة وأبدعوا في مجال معين بل أشهر الموسيقيين ألف سيمفونية كاملة وهو غير قادر على سماع ما يؤلفه صحيح وسجل إعجاز إبداعي صحيح عندما أتيحت الفرصة لتحفيز الطاقة الكاملة لديه يمكن هنا النقطة الكثير مهمة اللي حكيت فيها هنو سواء الأهل سواء المجتمع بأحسن الأحوال في حال تقبلوا موضوع الاحتياجات الخاصة لأطفل بيتعاملوا بالشفقة هنحن ما نبقى قادرين ناخد منه شي أنه خلاص تركوه هو ما نقادر لأهو أكتر حدا قادر متل محكينا معظم الموسيقيين أو في كتير موسيقيين ما معظمون كتير موسيقيين وكتير مختلف المجالات خلينا نقول هن الدور الأساسي للأسرة بعدين نأتي على المجتمع كيف ممكن نحن نشتغل على هذا الموضوع هنحن أمام مصطلحين أساسيين كثير ما يتم المزج أو الخلط بينهما مفهوم الدمج ومفهوم الاندماج أنا اليوم على مستوى الحكومات على مستوى وزارات التربية على مستوى وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل في معظم الدول هناك قوانين تدعو إلى دمج دوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع بدءا من المدارس الابتدائية وتدرجها نحو التعليم العالي وسوق العمل لكن يا هل ترى هل تم إعداد البيئة المناسبة في المجتمع لتقبل هؤلاء الأطفال أنا عندما يكون لدي طفل من دوي الاحتياجات الخاصة نقصا أو زيادة يمتلك معدل ذكاء أقل أو يمتلك معدل ذكاء أكثر يمتلك قدرة جسدية أكثر من غيره كطاقات رياضية وغيرها أو لديه إعاقة معينة طيب أنا مستعد لإرسال ابني وقمت بإفهام ابني هذه المسألة وتحمس لها بأمر مناسب لكن هل باقي زملاء وباقي أقران وباقي أفراد المجتمع لديهم الفكرة الكافية والوعي الكافي لتقبل هذا الطفل المختلف بطريقة غير مختلفة دون أن يتعرض للسخرية دون أن يتعرض للتهكم دون أن يتعرض حتى للشفقة مقبرة كل الطاقات حتى للأطفال الأسوياء هي الشفقة لاحظي أحيانا نحن نقع في مسألة الأم تراجع درس معين لطفلها تباكى الطفل تلعثم أظهر امتقاته من الموقف تدخل الأب أو تدخلت الأخت الكبرى لإنقاذ الموقف بصحب الطفل بالتالي هي دافئ الشفقة ضيع فرصة تحصيل هذا الطفل للمعلومة كما كانت مسيرة الأم تتنك وهذا يحدث في كل بيئاتنا للأسف لا يرتبط لا بفقر ولا بغنى ولا بمجتمعات بسيطة أو مجتمعات مخملية أزمة اجتماعية كاملة إذن الوعي من المجتمع هو شيء مهم وتقبل بكل شيء لذويئة الاحتياجات الخاصة لكن إذا بدنا نحكي عن الدعم النفسي بشكل عميق أكبر بحال تعرض مثلا أحد من الأشخاص من ذويئة الاحتياجات الخاصة لتنمر أو أو هذا استكمالا لما تحدثنا في الفقرة السابقة أو في الدقائق السابقة أعداد المجتمع طيب الآن أنا وقعت الواقع وتعرض هذا الطفل إلى التنمر المفترض مني أنا كاستشاري نفسي كمرشد نفسي كمدرب كمجتمع أتفهم فكرة أن الذويئة الاحتياجات الخاصة هي حالة اختلاف وليست نقص أن أتعامل معه بسوية طبيعية تجاه المسألة حتى تأزيم فكرة التنمر على الطفل والتعامل معه على أنه لديه هيولة من الحماية الاجتماعية بمنع هذا التنمر هو مثل أن نتعامل معه على أنه طفل مثل أي طفل قد نظهر قد نظهر بعض التخصص أو الخصوصية لإشعاره بالود إشعاره بالحميمية إشعاره بالمحبة الزائدة لامتصاص ثورته أو امتصاص ردة فعله تجاه ما وقع عليه من تنمر لكن قطعا لا يجب أن نتعامل معه من منطلق أنت ناقص أو أنت تحتاج إلى تدخل كبير لتصحيح حالتك النفسية للأسف هذا السلوك يعطي رد فعل عكسي ربما يستثمر حتى من بعض دعني أسميهم وأعتذر للتسمية كي لا تشمل الكثيرين ضعاف النفوس اليوم أنت تجد في الشارع مثلا وبمختلف المجتمعات متسول يتقصد إظهار عاها معينة عاها جسدية عاها نفسية عاها عقلية بالوقت الذي هو فعليا لا يعاني منها بالواقع لكن قناعته أن المجتمع سيتعاطف ويسارع لدعم وإنقاذ هذه الشريحة الرخوة شئت أن نسميها يجعله يتقمص هذا الدور ليؤثر عاطفيا على المجتمع بالشكل عام صحيح مثل ما أنا كنت تحكي بالضبط كثير عام نشوف مهدون الأشخاص اللي بيحاولوا يؤثروا على المجتمع بهذه الموضوع هون معناها لازم نأهل بالبداية الأسرة لتقبل هيدا الطفل اللي معه أو هو ذوي احتياجات خاصة أن يتقبلوا بعيدا عن الشفقة فيه ومشكلة معينة ولكن أنا لازم أنا لا إله حل بعد أن ننتقل لتقبل المجتمع كيف ممكن أن أهل الأهل أول شيء ستكون في صدمة أول شيء ستكون في صدمة لما يجي طفل ذوي احتياجات خاصة أحسنتي لذلك نحن دائما نركز على البرامج الاجتماعية دعونا نكون منصفين في أغلب المؤتمرات الندوات اللقاءات الدولية دائما يواجهنا رأي يحمل الحكومات والأنظمة والدولة المسؤولية الأكبر في مسألة رعاية وتقديم الرعاية اللازمة لذوي احتياجات خاصة على أرض الواقع وبالمنطق هذا الكلام غير صحيح أولا أبدأ كما تفضلت حضرتك دور الأسرة طيب هل قمت أنا أصلا بإعداد هذه الأسرة هذه الأسرة هي جزء من المجتمع إذن إعدادها لن يكون بلمسة سحرية أو بكما يقال بمسحة رسول لتعليمها طرق التعامل مع ذوي احتياجات خاصة فيما لو وهبت هذه الأسرة بطفل من أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة يجب أن يكون التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة ثقافة شعبية تعمل عليها الدولة تعمل عليها المؤسسات الدينية تعمل عليها منظمات المجتمع المدني تعمل عليها المناهج المدرسية تعد المجتمع تدريجيا لتقبل فكرة وجود ذوي الاحتياجات الخاصة بالتالي عندما تتعرض أسر ما لوجود طفل سواء لحالة ولادية أو حالة طارئة قد يكون نتيجة حادث قد يكون نتيجة مرض قد يكون نتيجة أحداث عامة الآن الزلزال أحدث آلاف الحالات من ذوي الاحتياجات الخاصة لم يكن الأهل يتوقعون أصلا قبل دقائق من هذا الحدث أن يتعرضوا لهذه الحالة لو كانت البيئة الاجتماعية والمجتمعية معدة ولو بجزء يسير من فكرة دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع هذه كانت خطوة أولى لتسهيل إعداد الأسرة لاستقبال هذه الحالة وبالتالي التعامل معها بأريحية وإخراج الأسرة نفسها من أزمة نفسية نتيجة وجود هذه الحالة عنهم خلينا شوين بعد عن الحالات السلبية خلينا نقول بالتعامل مع هؤلاء الأشخاص وننتقل للحالات الإيجابية قدير شاكد كان فيه عنا فعلا أمثلة إيجابية لأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة أبدعوا طيب دعني هنا أخرج حتى عن مجال علم النخص لأرفع القبعة لمنظمة طلائع البعث ومن ثم إلى برنامج الرواد وما تبعهم برامج لإعداد المتميزين والمميزين ومدرسة المميزين بحمص أكبر دليل على اهتمام الدولة والمجتمع بهذه الحالة من ذوي الاحتياجات الخاصة هم أيضا ذوي احتياجات خاصة اليوم أنا عندما يكون لدي في شعبة صفية 30 طالب منهم طالبين متميزين بقدراتهم الرياضية الحركية طيب هذوي الحالة خاصة وذوي احتياجات خاصة يحتاجون إلى برنامج تدريب مكثف يساعد في استثمار قدراتهم بالشكل الصحيح وبالتالي هي خطوة نحو بناء مجد لوطن كامل وليس لخدمة هذا الطفل أو خدمة أسرته وهذا ينطبق على التمييز العقلي التمييز النفسي التمييز الإدراكي التمييز الحركي بكل مجالات التمييز هناك من لديه نقص ومن لديه قدرة أكثر من غيره من القدرات المملوكة لديه كتير حلو فكرة الحديث عن نزوي الاحتياجات الخاصة بالنجاح يعني أن هؤلاء الأشخاص بحاجة لا رعاية فهنوا نزوي احتياجات خاصة سيدتي الدمج بالمصطلح ما بين الناقصين دعني نسميهم بين قوسين مختلفين والمتمييزين إيجابا هي بحد ذاتها فكرة تقدم دعم نفسي لذوي الاحتياجات الخاصة بالحالة النقص لأنهم تصبح الحالة المقابلة هي حالة قدوة وحلم لهم للوصول إلى التمييز والوصول إلى الإبداع واستثمار قدراتهم الداخلية دكتور دحام عبدالله يعني شكرا كتير لإلك وشكرا لكل المعلومات المميزة التي أدنت لنا إياها بالخطام دعنا نحك كلمة رسالة نوجهها شو بتحب بتوريه؟ طيب أولا شكرا إلك وشكرا لا استضافتكم ولأهلنا في اللاذقية لا أدري أن كنت أنقل رسالة دير الزور مدينتي أم دمشق موطن سكني لكن بكل الأحوال أقول أنا دحام طاها أهلا وسهلا أقول لكل الناس تعامل مع كل أصحاب الإحتياجات الخاصة بقدر ما يحتاجون من المساعدة دون إفراط أو تفريط حلو بهذه الحالة عندما تعاملهم بقدر ما يحتاجون فقط أنت تسعى يدا بيد معهم ومع المتخصصين لتحويلهم إلى شريحة أقرب إلى الأسوياء لكن تكريسك لحالة نؤكد على الشفقة أو التماهي بعداءهم مثلا كما يحدث في بعض المجتمعات أنت تحطمهم وتقضي عليهم وتحرم المجتمع والأمة من قدراتهم ومن إمكاناتهم وبالتالي من نتاجهم الذي يحولهم من منتجين إن توقف إنتاجهم من منتجين إلى مستهلكين بل إلى طفيليين على المجتمع صحيح صحيح أكدنا نتشكرك الدكتور دحام طاها أهلا وسهلا فيك من دير الزور ومن دمشق أكيد نورتنا بهذه الصباح شكرا لهذه المعلومات القيمة التي قدمت لنا إياها وبالفعل البعد عن الشفقة والموروث الشعبي المتناقل لهذه الأشخاص أحسنتي نمثل أحسن مننا من أشخاص طبيعيين عفوا نحن بأي لحظة ممكن نصير ذوي احتياجات خاصة تماما تماما كلنا مشاريع ذوي احتياجات خاصة بطريقة ما أكيد شكرا لحضرتك شكرا لكم